أيها الأخوة المواطنون حقيقة أنا عندي رسائل سريعة فيما يتعلق بقانون العفو العام وأنصاف الأبرياء وكلكم جايش شوفون خلال 72 ساعة أكو مستجدات جديدة بمواقف دولية كبيرة أنا لا يهمني أن هذه المواقف التصدر من الأمم المتحدة أو حتى تصدر من قوة الاحتلال التي احتلت العراق في عام 2003 والتي هي السبب المباشر بكل المصائب للشعب العراقي منذ ذلك التاريخ إلى يومنا الراهن لكن أنا أردقول برسالة أمامكم وتنبيه من أنور الحمدان المواطن إلى من يتحمل المسؤولية بأنه أكو مواقف أخرى جديدة ستظهر وستكون أكبر تأثير من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف وما كتبه الخبراء أو المستجدات التي تظهر من كل شخصية دولية أمريكية أوروبية مسيحية إسلامية مناهضة للعدواني وللحرب الغاشمة التي كانت في عام 2003 على العراق ومناهضة لكل نتائش ذلك العدوان من فتح الحدود وتدخل سافر بالقرار العراقي شرقي ولا غربي أنا أحكيها بصراحة ومتحمل مسؤولية كلمتي أنا جاي أحكيها لله كل واحد وقف بوجه إقرار قانون العفو العام وإنصاف الأبرياء كل واحد إلى دور كل واحد إلى دور ولو بالكلمة أدى إلى تعذيب سجين أو وفاته بعد اعتقاله أو تغييب مواطن وما نعرف إلى الآن وين مصيرة أو الاستمرار بالانتهاكات في السجول العراقية أيًا كان منصبه سيتحمل المسؤولية ولن يعفيه في ذلك أي شيء سجلوها بتاريخ اليوم تسعة وعشرين حزيران الفين واربعة وعشرين من أنور الحمدان المواطن ستشهد المرحلة المقبلة معاقبة وإجراءات بحق كل واحد وقف بوجه أنصاف الأبرياء وأقرار قالوا العفو العام ولن يفيده بذلك منصبه أو الجهة الدعمة له شرقية أو غربية سجلوها عني والله رقيب وهو أكبر من كل ما حدث نحصحناكم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أن أنصفوا شعبكم أن أنصفوا شعبكم العالم دا يراقبكم ترى البرنامج بهذه الحملة الوطنية أكو من يراقبه فكونوا أنتم أول المستفيدون من ما يعرض به وأصلحوا لكن لم تصلحوا فأنا أحذركم تحذير آخر بأنه المرحلة المقبلة ستكون هناك إجراءات رادعة لكبار الشخصيات ولصغار الشخصيات الذين كانوا وراء تغييب مواطنين وما حاجة يعرف مصيرهم وين من 2014 اليوم وراء تعديب مواطنين وراء اعتقالهم تعسفيا بسبب مخبو سري بسبب وشاية كاذبة بسبب تعريف ما يسمى بمفهوم الإرهاب كلها راح تفتح هذه الملفات بل مفتحت والكل مشخص عليه لعبا لهم كبار تجار المخدرات الذين عاثوا في الأرض فسادا ومدعومين من قوى سياسية للأسف فاعلة بالعملية السياسية لعبا لهم أبرياء إذا حطوا هذه المصايب وحملوه بروس الأطفال أو المراهقين وقالوا والله هذا المراهق عنده تكسي عنده ستوتة هو التاجر مع المخدرات لا 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 التجار معروفين وسجلوها عني راح يجيبوهم مثل الإبرة من كوم التبن يطلعوا ميج واحد واحد يلقطوهم ويجيبوهم ويحاسبوهم ويقعدوهم بقفص الاتهام والله دحشيها لله وجاي أشوفها مثل ما دال والله جاي أشوف ما راح يصير لكن اتقوا الله اتقوا الله حاسبوا نفسكم قبل أن ما يحاسبكم غيركم حاسبوا نفسكم واتقوا الله بالشعب ما يصير الظلم مستمر والإجراءات ترقيعية والله مو احنا ما نقدر شو ما تقدر ما يقدر يصلح ما يصير مسؤول يا جماعة لا بالعراق ولا غير العراق شكرا